اشتركوا في القناة وقبرت على سواترها غربان الدواعش اديالة سجلت أجمل حكايات الثبات برجالها وشيوخها ونسائها وأطفالها اديالة أيقونة عراقية كبيرة بصبرها وصمودها وها هم أهالي اديالة المجتمعون في هذا المكان يقولون مرحبا مرحبا بزعيم ابشر يا عراق الدكتور المجاهد سماحة الشيخ مام حمودي أرحب بكم أجمل ترحيب أيها الأحبة في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان الكريم وشكرا لكم على تلبية الدعوة وأقولها بكافة عنوين الفخر والاعتزاز لقد أثلجتم الصدور بهذا التجمع الرائع فالصورة هي التي تتحدث وهي أبلغ من آلاف الكلمات الجمع الكريم حير ما نفتتح حفلنا هذا هو خير الذكر ذكر الله تبارك وتعالى القرآن الكريم حيث نشنف الأسماع بآي من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم جناب الأستاذ الفاضل الأستاذ حسان جابر السلطاني فليتفضل متوجا بالصلوات العالية على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَوْوَاءَكُمْ قَدْ ظَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَبِّي وَكَذَّبْتُ بِهِ مَا عِدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقُّ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ صدق الله العلي العظيم شكراً جزيلاً لقارئ القرآن لهذه التلاوة العطرة المباركة لمن سمعوا نداءه ولبوه وامتثلوا لأمره ووقعوا على آخر وثيقة عهد له بدمائهم شهداء العراق نستثركم في هذا اليوم المبارك تفضلاً منكم أن نقف دقيقة واحدة لقراءة صورة المباركة الفاتحة مع الصلوات ثم نبقى واقفين لسماع السلام الوطني نبقى واقفين لسماع السلام الوطني تفضلاً منكم لم 소개قاعدة صورة أكبر نظر باق discoverary حرصة المباركة الفاتحة مع الص kalium المنطقة kann man study to events شكرا جزيلا أجدد لكم الترحيب أيها الأحبة مرة أخرى بحضراتكم وطيب وجودكم أيها الأحبة المتشرفون في هذا اليوم المبارك أيها الأحبة رجال يصنعون التأريخ ورجال يأتي بهم التأريخ الرجال الذي يأتي بهم التأريخ يذهبون سدى دون أن يبقى لهم أثر وأما الرجال الذين يصنعون التأريخ فيبقون مخلدين في ذاكرة أوطانهم والتأريخ الإنساني ورجالات المجلس لاعلى الإسلامي صنعوا التأريخ وفي مقدمتهم سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي وها هو قد اختط الطريق إلينا ويمسح بيد المحبة على رؤوسنا ويعدنا بصبحات ندية إنه ابن العراق ويدرك إنه بالمحبة والتسامح يصلح حال العراق أينما حل وذهب في هذه المحافظة أو في تلك المحافظة أو في ذلك القضاء أو في تلك الناحية والقرية والقصبة تزداد يزدادها بهاء وسرورا إلى الكلمة الهادفة والقيمة والبناء إلى زعيم ابشر يا عراق إلى سماحة الشيخ الدكتور المجاهد همام حمودي فليتفضل أنا وإياكم نستقبله ثلاثا بالصروات العاليات على محمد وآل محمد أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أشكر الله تعالى من الشيطان الرحيم أن بعقوبة هي المدينة الأولى التي سنت القوانين وكان يحكمها القانون قبل حمرابي مدينة سومرية كانت هنا وكان لها قانون وكان هذا القانون هو الذي يعتبر أول قانون ونظام ودستور لإدارة المدن وبإسم مملكة شنونة وبالتالي أنتم دخلتم التاريخ ووضعتم العالم على مسار أن البلد يحكم بالقانون وأن المدينة لابد لها أن تكون قانون وأنتم من سبقتم العالم في هذا المجال فلكم الفخر هذه المنطقة وحباكم الله تعالى بأراضي خصبة وبجو طيب فكانت فواكه العراق منكم وبطعمها الخاص اللذيذ وبالتالي أنتم سلت فواكه العراق وأنا أقول أنتم جنة العراق وأرادت الأياد الخبيثة أن تحول هذه الجنة إلى خراب وإلى مكان يسود فيه البطش والدم لكن والحمد لله أنتم كنتم عشائركم الوجوه الكريمة منكم حكماءكم على تنوعكم المذهبي والقومي والسياسي هذا التنوع المتعدد وهذا علامة أن البلد خصبة خصبة بثمارها وخصبة بشرها ورجالها بهذا التنوع لكنكم أنتم وقفتم وقفة واحدة واستطعتم أن تمنعوا داعش وغير داعش من أن يخرب هذه المدينة العزيزة وكنتم في السبق وكما أشار الأخ العزيز محافظ وخادم ديالة الأستاذ مثنى التميمي خلال ثمانية أشهر وسبقتم كل محافظات العراق في السيطرة وفي حفظ هذه المحافظة من أن تلوثها داعش فجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله بكم وهذا ما نتوقعه منكم أنتم نموذج للعراق في تنوعه من حيث القومية من حيث المذاهب من حيث التنوع السياسي أنتم نموذج للتعايش فيما بين العراقيين نحن في سفينة واحدة شئنا أم أبينا لا نستطيع من سكن هنا سنين وكانت جذوره عميقة أن يستفرد بمنطقته أو بحكمه نحن في سفينة واحدة اسمها العراق ومن هو في هذه السفينة وما ينزل عليها من خير شيء يشمل كل السفينة كل العراق لا ينزل المطر هنا في هذا البيت ولا ينزل في هذا البيت إذا نزل الخير عم الجميع وبالتالي التعايش والتماسك والتعاون والتكامل فيما بينكم إن شاء الله في محافظة ديالة سيكون نموذج لكل باقي محافظات العراق وهذا أملنا بكم أملنا كبير في هذه المحافظة وهي تمثل بوابة بغداد بغداد أقرب بدينة أو محافظة لها على الحدود هي ديالة وبالتالي هي جزء مهم هي نقطة تنفس إلى بغداد مباشرة فأنتم مهمون أيضاً على صعيد البناء والإعمار والتجارة والاقتصاد جداً مهمة محافظتكم وفيها منفذين وهذا المنفذ هو باب باركة وباب تعاون وباب تبادل اقتصادي وتبادل في الطاقة وتبادل في كثير من المسائل ديالة يجب أن تكون أفضل وأفضل وأفضل مما هي عليه وإن كان يشكر الأخ المحافظ على ما شاهدناه من إنجازات على صعيد الطرق وما سمعنا منه من إنجازات إن شاء الله على صعيد الصحة في بناء المستشفيات وبناء المراكز الصحية وننتظر منه إن شاء الله أن تكون ديالة هي مركز الصناع إلى بغداد لقربها من بغداد ولسهولة الوصول ولسهولة لكثرة الأراضي الموجودة هنا ولقربها من الحدود مع الجارة إيران في أن تكون ديالة رئة العراق الصناعية أيضا بإيجاد واستثمار هذه المناطق القريبة من الحدود وقريبة من بغداد هذه نقطة جدا مهمة أنها قريبة من بغداد وقريبة من الحدود وبالتالي يمكن لكثير من المصانع أن تكون في هذه المحافظة وإن شاء الله الخطوة القادمة لتحالفنا تحالف ديالة أن يكون خطوته بعد موضوع المستشفيات وبعد موضوع المدارس وسمعنا أن هناك أكثر من مئة مدرسة ستبنى بجهود المحافظة وبالتعاون مع الوزارة إن شاء الله ستكون هي الخطوة الثانية المدارس والمستشفيات والخطوة الثالثة القريبة إن شاء الله سيكون استثمار ديالة في مصانع متعددة في مجالات مختلفة وبها ننتهي من البطالة ونتجاوز مشكلة التعيينات في هذا المجال محافظة ديالة محافظة عزيزة ومهمة برجالها بشيوخها بعشائرها وبمنطقتها وطبيعة منطقتها وبجغرافيتها أيضا ووجود النفط فيها وكثير من المسائل وبالتالي نحن مسؤولون جميعا هي ليست مسؤولية فقط من يجلس في المحافظة ولا هي مسؤولية من يجلس في الوزارة هي مسؤوليتنا جميعا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمؤمنون بعضهم أولياء بعض فعلينا أن نتعاون علينا أن نتواصى فيما بيننا علينا أن نشجع الجيد علينا أن نمسك بيد الفاسد علينا أن ننصح النائم وبالتالي هي مسؤولية عامة هذا الذي يقوله القرآن ويقوله رسول الله ولا فرق هنا ما بين مذهب ومذهب ودين ودين كلنا في قارب واحد في سفينة واحدة في مكان واحد وبالتالي علينا أن نتعايش وأن نتعاون وأن نتكامل وأن نتحاب لينزل البركة بركة الله علينا جميعا وإن شاء الله أنتم ذاهبون بهذا الاتجاه بوجود مثل هؤلاء الخدام الأعزاء المحافظ وبوجود وجوه العشائر الطيبة المتعاونة المتكاتفة التي وقفت أمام داعش إن شاء الله نغير صورة ديالة بدل أن نتحدث عن الأمن نتحدث عن الاقتصاد بدل أن نتحدث عن حفاظ الوضع الأمني وما شابه نتحدث عن تنمية هذه المحافظة في مدارسها وجامعاتها واقتصادها إن شاء الله السنين القادمة السنين العشر القادمة ستختلف عن عشرين السنة الماضية في العقدين الماضيين كانت هناك إنجازات وكانت هناك تحديات وكان هناك مشاكل وكان هناك نجاحات وأبرزها مواجهة داعش وإنهاء داعش بهذا الزمن البسيط ثلاث سنوات ونصف وكان يتوقع الأمريكان أنها تطول عشر سنوات كما في أفغانستان لكنكم بجهودكم بالفتوى المباركة بالمحبة الموجودة بوجود الشباب في الميدان بدعمهم من المواكب وكل الناس وكل العوائل بوجود المرأة المضحية استطعنا أن نواجه داعش بثلاث سنوات وأنهينا هذه القصة السيئة وكما هو الحال في غزة وفي موقف أهل غزة من مقاومتها في إسنادهم وتعاونهم وحرصهم وبقائهم استطاعوا أن يذلوا بايدن ويذلوا نتنياهو ويفرضون عليهم بصبرهم على كثرة التضحيات بصبرهم خلال أكثر من شهرين على أن يتنازل ويغير موقف بايدن وغيره الأمة مهمة المجتمع مهم أنتم مهمون تستطيعون أن تغيروا مسار الأحداث إذا وقفتم مع المسؤولين إذا وقفتم مع الدولة إذا تعاونتم فيما بينكم إذا كان هناك تكامل نستطيع أن نصنع المعجزات ما وجهنا به داعش كان معجزة بسبب أن الناس وقفت مع الفتوى والحكومة والدولة وقفت مع الناس فحققنا النص بهذه الفترة العجيبة والغريبة والمهمة كذلك ممكن أن نصنع من محافظة ديال نموذج يفتخر به الجميع ويكون له القدوة لباقي المحافظات عندما نقف جميعا نتعاون جميعا نتكاتف جميعا يساعد بعضنا الآخر من أجل محافظتنا من أجل أنفسنا لا من أجل الآخر من أجل أنفسنا من أجل أن تكون ديالة في أمنها في اقتصادها في علمها في مدارسها في عيشها الكريم هذا هو شعارنا هذا هو هدفنا عراق مقتدر آمن مستقر مزدهر وعيش كريم لكل أبناء العراق بغض النظر عن مذهب وقومية ومكان كل العراقيون يجب أن يعيشوا بكرامة هذه مدرسة أمير المؤمنين علمتنا أن نتعامل إما أخ لك في دين أو نظير لك في الخلق نحن واحد في هذا الموضوع متساوون بدون أي تمايز ويحرم التمايز فيما بيننا بدون على أساس النسب أو القومية أو المذهب علينا أن نتعامل بعدالة كما علمنا أمير المؤمنين نحن مقبلون في 18-12 على أن نختار على أن نختار من يمثلنا وهنا الموقف هل نذهب إلى صناديق الاقتراع أو لا نذهب هل نجلس في بيوتنا أو نتحمل شيء من العناء ونذهب إلى المدارس إلى صناديق الاقتراع من يحب بديالة من يعتز بديالة من يرى ديالة والمستقبل من يريدها أن تكون أفضل من يريد الخير لديالة يجب أن يذهب إلى صناديق الاقتراع ومن هو يائس ومحبط ويرى أنه النوم أفضل من الاستيقاظ والسكون أفضل من الحركة ليبقى في بيته وأعتقد أن كل أهل ديالة بما تحملوا وقدموا وضحوا سيكونون كلهم جميعا مشاركون في الانتخابات القادمة ويشعرون بالمسؤولية بدون فرض بدون إغراء مال وبدون ضغط وإنما من قلبك من إرادتك بعزيمتك تذهب من أجل ديالة من أجل نفسك ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه من يساهم في الانتخابات ليساهم من أجل نفسه من أجل مدرسة أفضل من أجل اقتصاد أحسن من أجل عيش آمن من أجل محافظة مستقرة أنت مسؤول عنها إصبعك يصنع محافظة آمنة سكونك في البيت يجعل غيرك يحضر لا فراغ في السياسة أنت إذا تركت مجالس المحافظات تركت الصناديق ستبقى فارغة ستملأ بآخرين إما جاءوا بمال أو جاءوا بضغط أو جاءوا لمصلحة معينة من أجل أن يسرقوك أو أن يستفز هذه المحافظة لشؤونهم الخاص لذا كلكم مسؤولون الرأي العام عامة الناس مسؤولة كلكم راع وكلكم مسؤول إذن في يوم 18-12 يوم الاثنين القادم كلنا جميعا نتحمل المسؤولية وكلنا جميعا إن شاء الله نكون أمام صناديق الاختراع من أجل أنفسنا لا من أجل هذا الحزب ولا من أجل هذه الشخصية وإنما من أجل أنفسنا في حياة أفضل في محافظتنا ثم يأتي السؤال الثاني من أختار؟ أي شخصية أختار؟ هل أختار من أعطاني مبلغا من المال؟ وقال خذ هذا المال وانتخذ فلان أو فلانا هل هذه المحافظة العزيزة جنة العراق تباع بمبلغ بسيط؟ أربع سنوات سيتكون الإدارة هنا التي أنتم اختاريتوها بأصبعكم أنتم عينتموها هذه المسؤولين القادمين أنتم مسؤولون عن تعينهم بأصبعكم هل أربع سنوات تباع بخمسين بمئة بأكثر بأقل من الدنانير؟ معقول وبالتالي يأتي من أعطاك المال ليسرق المال يسرقه ويعوض ما أعطاك بأضعاف مضاعفة لذلك ديالة لا تباع بالمال ديالة أكبر من أن تعطى وتباع بمال ولا بضغط أنتم أحرار تختارون من تريدون ولا تخضعون لأحد إلا لقراركم لأنها مسؤولية بينكم وبين الله وبين أولادكم الذين سيعيشون هذه الحياة إذن من نختار؟ أختار من أعرفه جيداً أختار من يمثلني أنا أعرفه ويعرفني وبالتالي أتعاقد معه ماذا ستعمل؟ مدارس كيف ستديرها؟ أختار الخبير أختار النزيه أرجع إلى تأريخه في كيف كان يعمل؟ ما هي سمعته؟ عشيرته آباؤه من عائلة محترمة تمنعه من تجاوز على المال العام هذا المال الذي حسابه عسير يوم القيامة أختار الخبير أختار النزيه وأختار من يتواصل معي أنا لا أريد من أختاره يجلس في غرفته ولا أسمع بطالبي ولا مشاكلي ولا ما نعانيه في قريتنا في ناحيتنا في مكاننا وبالتالي علي أن أختار هؤلاء ممن هو متواصل معي ممن هو موجود معي في الشارع ميداني يتحرك هنا ويذهب هنا ويزور وليس يجلس في مكانه هذه مواصفات من تختارون وعليكم أن تكونون واضحين وجيدين كما في أي موضوع بسيط تستشير في هذا الموضوع استشير أهل الخبرة أو بنفسك تأكد ممن تختار يأتي سؤال الثالث يأتي سؤال الثالث اخترت فلان أو فلانة وما هو الضامن؟ قد أنا أختارها اليوم وغدا تجلس وغدا تترك الموضوع وغدا تغلق بابها فما هو الضامن أن هذه التي اخترتها نهى الدهلك أو أي شخص آخر من هذه القائمة أو تلك القائمة ما هو الضامن؟ الضمانات أولا القائمة القائمة تضمن مرشحيها القائمة عندما تعطي شعار يجب أن تتابعه من خلال المرشح وتلزم المرشح به بأي طريقة كانت القائمة مهمة ما هو شعارها من هم رجالها ما هو تاريخها ما هو موقفها قائمة تبيع المشاريع أم قائمة تبني المشاريع قائمة تحرص على المحافظة أم قائمة تبيع المحافظة هذا مهمة إذن القائمة ضامنة ثانيا شيخ العشيرة التي أو أبوها أو زوجها أو من يكون أمامكم يتعهد في متابعتها ومتابعت عملها وإذا ضعفت أو إذا لا سامح الله مالت هو سوف يكون حاميها مساعدها ضامنها شيخ العشيرة أبوها أو زوجها أو ما شابه وثالثاً هي هي تتحمل مسؤولية هي بالتالي تريد أن يكون اسمها جيداً أن يكون تأريخها يسجل فيه إنزازات هي بعدها هناك محافظة أخرى سنين أربعة أخرى هناك مجلس نواب فيفترض أن تكون هي أيضاً حريصة على أن تحفظ هذا الادعاء فإذا هناك عهد وتعاهد ما بينكم وبين القائمة ما بينكم وبين شيخ عشيرتها أو متولي أمرها سواء كان رجلاً أو إمرأة وكذلك معها مباشرة وأن أطلب منها باعتبار هي من قائمة من تحالف أبشر يا عراق وهي في تحالف ديالتنا أن أطلب منها أن تتعهد أمامكم ونحن قسمنا في يوم الأحد الماضي في ساحة الاحتفالات في بغداد في تجمع مهيب بالآلاف قسم كل المرشحون أمام الله تعالى وأمام الناس أن يكونوا متواصلين ميدانيين نزيهين وأن يفتحوا أبوابهم وقلوبهم وأن يكونوا معكم في كل مشاكلكم هذه هو عهدنا مع المرشحين وعهد المرشحين معكم إذن في يوم 18-12 سنكون جميعاً إن شاء الله في أمام صناديق الاقتراع بيننا وبين مستقبل أولادنا بيننا وبين محافظتنا العزيزة بيننا وبين الله أن نختار الجيد والأفضل والأحسن والمتعهد أمامنا من القائمة الجيدة ومن الشخص المناسب الذي له كفاءة وله حضور هذا هو طريقنا لتحسين أوضاعنا غير هذا الطريق جربناه من يأتي بالسلاح يخرج بالسلاح ويخرب البلد هذه تجربة العراق بالثورات العسكرية جاء بانقلاب عسكري وذهب بانقلاب آخر وكان هذا الخراب من يريد أن يأتي بمال خلال عشرين سنة رأينا من جاء بالمال كيف نهب المال الآن يأتون بإرادتكم وبتصويتكم وبأصابعكم فكونوا على بينة من هذا الموضوع وكونوا حريصين وهنا كلمة أخيرة إلى المفوضية العليا للانتخابات المستقلة تشكر على أعمالها على حرصها على متابعتها كما يشكر الأخ رئيس الوزراء الذي حرص على الأمن وكذلك في تمويل هذه الهيئة من أجل انتخابات ترضي الناس من أجل انتخابات تقنع الناس لكن أكثر الاستطلاعات عندما نسأل الناس ما رأيكم بالانتخابات هل هي نزيهة؟ ثلاثين بالمئة يقولون نعم نزيهة سبعين بالمئة يقولون قد تكون مشكوكة لا نطمئن لها هذا تحدي كبير أمام مفوضية الانتخابات ولتسمع الانتخابات السابقة جرى حديث كثير عليها أثناء الانتخابات بعد الانتخابات قبل الانتخابات وعرفتم هذه التظاهرات التي حدثت الانتخابات القادمة أيتها المفوضية المستقلة نطلب منك أن تكون واضحة شفافة بينة ادخل الاطمئنان إلى الشعب العراقي مسألة الانتخابات مسألة حساسة في بناء نظام سياسي مستقر وبالتالي أيها القضاءات أيها المسؤولون في هذه المفوضية أينما تكونوا في المركز أو في المحافظات عليكم أن تكونوا واضحين شفافين تقنعون الناس أنها انتخابات صحيحة من أصوت له يأتي وليس من من يضاف له من هنا وهناك هذا تحدي ومسؤولي أمام المفوضية العليا للانتخابات وعليها أن تتحمل هذه المسؤولية والكلمة الثانية الأخيرة إلى الحكومة الاتحادية أقول لهم اديالة محافظة اديالة محافظة مهمة لأنها حدودية مهمة لأنها متنوعة بخومياتها بأديانها بمذاهبها بكتلها السياسية مهمة لموقعها الجغرافي من بغداد فيجب على الحكومة الاتحادية أن تولي المحافظة اهتماما خاصا وتعوض عن سني الخراب وسني الحروب وسني اغضياء الأمن بتوفير ميزانية خاصة لهم بتسهيل مشاريعهم في وزارة التخطيط أو الوزارات الأخرى في وزارة الصناعة وزارة الصحة وزارة التربية في كل الوزارات وبالتالي يجب أن هذه المحافظة محافظة الضيالة تتسابق مع الزمن من أجل أن تكون فعلاً جنة العراق بأهلها بفواكهها وببنائها إن شاء الله وببركتها وخيرها أنا أشكركم كثيراً أيها الأعزاء الأحباب على حضوركم الأخت نهى المهندسة جاءني شيخ عشيرتهم وجاءني زوجها وتعهدوا أن يلتزموا بهذه الأمور وأمل فيهم كبير والقرار لكم والقرار لكم وأنا وضعتم رسمت الخريطة أين تذهبون كيف تنتخبون من تنتخبون وما هي الضمانات المسؤولية اللي علي أو دعتها في رقابكم وأنتم أهل لتحمل هذه المسؤولية نراكم جميعاً إن شاء الله يوم الاثنين في ثمانطعش اطنعش كلنا مسؤولون كلنا مشاركون كلنا نحب ديالة وكلنا حريصون على ديالة إن شاء الله وسنكون المسؤولون إن شاء الله خدام متوددون لكم مدرسة مواجهة داعش ببركة الفتوى وببركة قادة الانتصار الأخ العزيز المجاهد الشهيد أبو مهدي المهندس كان على موقعه المهم كان متواضعاً كان خدوماً كان متذللاً لأخوته المقاتلين والناس وبالتالي حبوه المقاتلون وحبوه الناس وكانوا متعاونين معه المسؤول عندما يكون خدوم متواضع والناس عندما تكون متعاونة نصنع المعجزات كما صنعنا المعجزة في إزالة داعش إن شاء الله مسؤولون القادمون وعلى رأسهم الأخ العزيز مثنى التميمي على سجية أبي مهدي المهندس في تواضعه في خدمته لكم وفي حرصه على نجاح هذه المحافظة وأنتم أيضاً متعاونون معه ناصحون له متكاملون معه من أجل محافظتكم العزيزة أنا أطلت عليكم أعتذر كثيراً أسأل الله تعالى ببركة الدماء التي أريقت من أجل العراق ببركة الدماء الطاهرات لمراجعنا العظام لشهدائنا الكرام أن ينزل رحمته على هذا البلد العظيم بلد العتبات بلد الصالحين بلد الأنبياء بلد العتبات بلد الناس الذين خدموا زوار الحسين للناس الذين ضحوا من أجل أن يبخى العراق عزيزاً أسأل الله تعالى ببركة كل هذه الدماء أن ينزل بركته علينا في سنيننا القادمة ليكون عراقنا أفضل وأبشر يا عراق بهذه الوجوه الطيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته